نزيف النزوحي وألمه لم ينتهي بعد ومعاناة أبناء هذه المناطق شمال وغرب محافظة الضالع لم تتوقف هذه الصورة شاهدة على معاناة الأسر التي نزحت من مناطق التماس التي تشهد معارك مستمرة في مختلف جبهات القتال في المحافظة حيث نزح الكثير من مناطقهم إلى هذه الكهوف وأصبحوا يكابدون ويلات الحرب ووجع النزوح ليصبح ملاذهم القاسي في الكهوف والشعاب تحت المطر والبرد نحن هنا كما ترون هربا من قضايف ميليشيات الحوثي وصالح كما ترون الحياة الصعبة هنا لا مقاومات حياة لا ماء لا غذاء لا دواء إذا شاهد معنا مرض صعب أخذه إلى المستشفى وإلى مكان آخر ولأجلهم دشنت حملة الكويت إلى جانبكم وبالتنسيق مع الهيئة اليمنية الكويتية لإغاثة توزيع أكثر من أربعة آلاف سلة غذائية على الأسر المتضررة والنازحة من الحرب الدائرة حيث تبدو حاجاتهم متفاقمة ولا أحد يهتم بهم في ظل تقاعس الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ما عدى بعض المبادرات يأتي تدشين هذه المشاريع في حملة الكويت إلى جانبكم حيث تم التدخل في أكثر من عشر محافظات خلال الفترة الماضية في المرحلة الأولى وكذلك في المرحلة الثانية ولدينا بإذن الله تعالى المرحلة الثالثة والرابعة في الأسبوع الماضي دشنا مشاريع الغذاء في لحج وقبلها الأسبوع اللي قبلها أيضا في محافظة عدن وأيضا لدينا في محافظة أبيان وعدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى سواء كان في الغذاء أو الإيواء وفيها يستعيد النازحون أمل الحياة ولو بالشيء اليسير فالجميع هنا بحاجة لمن يمد لهم يد العون ويعيد لهم شيئا من الاستقرار